موسيقى يحد من موجة التطبيع مع الأسد مشروع قانون أمريكي لمراقبة وصول المساعدات إلى سوريا موسيقى واستهدف أماكن المدنيين الأسد قصف المناطق المتضررة بالزلزال 84 مرة منذ وقوعه موسيقى جولة جديدة مما تبقى حياكم الله موسيقى وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وينصع على دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا ويدينه نظام السوري ويدعو إلى زيادة الرقاب على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا لا حرج اليوم فالزلزال تحول إلى فرصة يرى فيها نظام الأسد سراب انتصاره وينتشي بها ويوزع الابتسامات على المقابر الجديدة التي فتحها الزلزال الطبيعي والتي قد لا تشكل نسبة تذكر أمام الزلزال المستمر منذ 12 عاما قوافل المساعدات والزائرين تتوافد إلى سوريا توضع بسياق بركات الزلزال كحال الذين خرجوا في بداية الثورة شكراً للمطر ولو صدقت قصة المطر لكان لزاماً علينا أن نصدق كارثة الزلزال تتغير التسميات والتصريحات وتتصدر الرواية الرسمية من النظام على أن نقاشات لإعادة الشرعية للأسد بطلب من الوافدين وليس استجداء منه أو شفقة على مئات آلاف المتضررين والأهم هو إظهار الزوار كراغبين بتقديم الخدمات المجانية في رواية تشبه إلى حد كبير القصص الخيالية ففي السياسة لا يوجد شيء مجاني ولا طريق يسلك من دون رسوم وشروط تصحح الخارجية المصرية المعلومات مؤكدة مرة أخرى أن زيارة أرفع دبلوماسيها لدمشق لا تخرج عن طابع إنساني يتضمن تقديم العزاء من دون وجود حديث سياسي كعادة النظام إلى الجامعة العربية أو نقاش بالمبادرة المجهولة التي تتداول بنودها والقائمون عليها بقليل من المعلومات وفائض من التحليل وهو ما تحدثت به مصادر دبلوماسية سعودية بقولها إن أي تحرك حدث أو سيحدث هو في إطار دور عربي للحل بشكل متوازن ضمن حدود معينة وشروط لازمة التنفيذ حتى يتم السير بأي اتجاه في واشنطن يتحرك الكونغرس لسد الثغرات على الإعفاءات من العقوبات ويتحول العضاء من البيانات إلى مرحلة القوانين مع نجاح مشروع قرار يهاجم الأسد ويطالب بمراقبة المساعدات في حين يدعو بعض أعضاء مجلس النواب لفرض عقوبات مغلظة على المقربين منه وهي خطوة تكبل أي نية عربية كانت أم غربية وحتى أمريكية للإقدام على خطوة نحو الأسد أو التغاضي عن السائرين نحوه في امتحان الزلزال كما يحب بعضهم تسميته ويحاول الساسة إيجاد بصيص ضوء لتغيير قد يلوح في وفق سوريا الغامض والغارق في الدماء والركام والأنقاض التي تسبب الزلزال بنسبة لا تكاد تذكر أما كارثة الأسد فلا تحتاج إلى كثير من الكلام أو حتى قليل من الحساب دخلت واشنطن بعصاها الغليظة أو ليس عصاها الغليظة يشبه لنا أنها عصا غليظة قانون في مجلس النواب طبعا يحتاج الذهاب إلى مجلس الشيوخ يقول للجماعة الأنظمة العربية ارعوه قليلا أو يقول لهم بصيغة أخرى لك أن تتخيل أن تعزيزي المشاهد ماذا تقول واشنطن لهذه الأنظمة العربية طبعا يعني حرصا على سلامة الموقف الإعلامي تقول واشنطن للأنظمة العربية ارعوي قليلا نيتها الأنظمة أن هذا الأمر سوف يفتح باب العقوبات تفضلوا تعاملوا الآن مع واشنطن الإمارات العربية المتحدة العظمى أصفأة الصغراء كل الاحترام تفضلي الآن ما هو الكلام سلطنة عمان الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية العظمى البحرين كذلك هذه إمبراطورية البحرين التي لا تغيب عنها الشمس ومصر ويعني كل وجع القلب من مصر حقيقة سوف نأتي إلى مصر في الحديث واشنطن البعض يقول يعني واشنطن هل يعقل هل يعقل أن واشنطن حشدت العالم كل العالم وراءها في أوكرانيا وحج الصين نفسها هذه ترتعد فرائصها من واشنطن وروسيا تحولت إلى دولة إقليمية وأقل في قادمات الأيام ومسحت الأرض بكرامة الجيش الروسي واشنطن هذه تفعل ما تشاء على سطح الأرض عندما يتعلق الأمر بسوريا تتحول واشنطن إلى غينيا بيساو تتحول إلى دولة ليس من العالم الثالث من العالم المئة وثلاثة يعني أرجوكم ولا يجوز ويجوز وتلجأ إلى تصريحات غريبة عجيبة مثلا تصريح وزارة الخارجية الأمريكية اليوم نيدا برايس ماذا يعلق على التطبيع العربي الآن مع الأسد بعد الزلزال يقول والله أن واشنطن نظرتها واضحة وطويلة الأمد تجاه بشار الأسد قل لك واضحة وطويلة الأمد يعني ما هذا التعب والتفاني من قبل الأميركان في اختيار العبارات الدبلوماسية عندما يتعلق الأمر بسوريا لكن يفهم قل لك يعني نحن نظرتنا واضحة تجاه التطبيع وطويلة الأمد فأيته الأنظمة العربية ما زال الوقت مبكرا يعني البعض يسأل كيف كيف هذه واشنطن تنتظر قال والله حتى يرضى النظام على فتح معبر باب السلامة ومعبر الرعي حتى تمر المساعدات الأممية بعد أي يعني واشنطن هذه واشنطن بجلالة قدرها هي تحتاج موافقة النظام لماذا واشنطن تبدو عندما يتعلق الأمر بسوريا مجموعة من الناشطين والناشطات لماذا ما السبب لذلك كثير من السوريين لا يصدقون واشنطن مهما قالت ومهما فعلت وادعات هو البعض يرى أن واشنطن نفسها عندما يتعلق الأمر بسوريا الحقيقة في مازق هي واشنطن كانت تتصرى في دار جو بايدن أو دونالد ترامب وفق ما يريده باراك أوباما يعني أريحونا من صداع سوريا هذا وأعطوا البلد للإيرانيين وأعطوه للروس كذلك نحن لا نريد أن نتدخل لأن عند أوباما عقيدة هي عقيدة عقيدة أمريكية قديمة تقول أن هؤلاء العربي السنة في بلاد الشام والخليج العربي سبب صداعنا ولا يمكن الاتفاق معهم نتفق مع من نحن مع جماعة الممانعة والمقاومة مع الأشقاء أخوة زينب في طهران هكذا هي عقيدة واشنطن لذلك دعونا من هؤلاء الإرهابيين المتخلفين نحن ونتفق مع الإيرانيين بناء عليه واشنطن أقلعت عن سوريا في عهد باراك أوباما ثم وارث الأمر دونالد ترامب ثم وارث الأمر شو بايدن الطارق في الموضوع ماذا؟ موضوع روسيا وغزوها لأوكرانيا واشنطن لا تريد أن تسلم الآن سوريا لروسيا لا تريد لأن واشنطن لديها مشكلة عظيمة الآن مع روسيا ولا تريدها دولة عظمى تريد أن تحولها إلى دولة صغيرة لذلك تريد أن لا تمضي سوريا في ركاب روسيا فبالتالي تحرم العرب وغير العرب من التطبيع مع الأسد وتحرمه من الأموال بالتالي تتحول سوريا إلى عالة على روسيا عالة النظام السوري تحول إلى عالة على جبين القيصرية الروسية ما الذي تفعل؟ يعني لا أموال والروس محاصرون وفي حرب كيف سوف يدبرون أمر السيد الرئيس في دمشق؟ مشكل وهذا من حسن حظ سوريا لكن على المقلب الآخر هناك سوء حظ أن أمر سوريا كذلك ملحق بالموضوع الإيراني وواشنطن تريد تفاهمه مع إيران الإيرانيون وصلت نسبة تخصيبهم لليورانيوم إلى 84% 84% يفصلهم علميا 6% حتى يستطيعوا صنع القنبلة نووية على نسبة تخصيب 90% يصنعوا القنبلة نووية قبل فترة كان نسبة التخصيب الإيراني 60% اليوم وصل إلى 84% وواشنطن يعني تريد ما زالت تريد مفاوضات نووية تريد اتفاقا مع إيران والعمانيون واسطة في هذا الموضوع بناء عليه واشنطن في سبيل هذا الاتفاق النووي تتساهل في موضوع سوريا كي تستفيد إيران لكنها على المقلب الآخر تتشدد في سوريا كي لا تستفيد روسيا عقدة العقد كيف سوف تحل بناء عليه واشنطن ليس لها سياسة واضحة في سوريا أفضل حل بالنسبة لواشنطن كما يقول البعض يعني أترك الأمور على حالها حتى نرى حتى نرى أترك يعني على حالها على حالها كل شيء يجمد على حالها حتى نرى ما الذي سوف يحدث بين واشنطن وروسيا وبين واشنطن وطهران حتى واشنطن ترى كيف سوف تتطور الأمور مع موسكو أو مع طهران وبناء عليه ولأن سوريا ملحق بالروس وبالإيرانيين تقرر ساعتها واشنطن ما الذي يجب أن يحصل في سوريا بناء عليه طيب متى سوف يأتي هذا الأمر بناء عليه الله أعلم ربما سنة ربما سنتان لا أحد يعلم لذلك الأمور على حالها الآن البعض يسأل يعني هل يعقل أن الإمارات تتجرى دونا عن إذن واشنطن وتثبت جه نظام سوري طبعا الإمارات فعلتها أكثر من مرة فعلتها في اليمن فعلتها في ليبيا الإمارات تجرأت الإمارات لديها أوهام كذلك أوهام يعني سلطوية عظمى وتريد أن تطبق هذا الأمر كذلك على سوريا ويا سعد حظ السوريين كثير من الدول الآن تمارس هوايتها في أن تصبح قوة إقليمية في سوريا عن طريق سوريا هذه سوريا أرض خصفة وملعب للتدريب لمن يريد أن يجرب سلاحه أو يجرب سياسته أو لديه أوهام يعني للعظم وللقوة مرحبا بكم في الملعب السوري تفضلي تفضلي أيها الدول وجربي ما آتك له من مهارات ومن قوة هذا هو الوضع لكن طبعا سيد المشهد يبقى هو الأميركان لذلك واشنطن إن ذهبت الإمارات أو أتت يعني هي سكتت واشنطن قبل أيام ذهبت الإماراتيون وأتى الإماراتيون ذهب المصريون وأتى المصريون اليوم تدخلت واشنطن قالت لهم حنانيكم ارعوه قليلا الآن سوف يتراجع القوم من أول المتراجعين؟ مصر الخارجية المصرية قالت لا والله يعني نحن من أجل طابع إنساني وأصلا الموضوع عادة بشار الأسد إلى جامعة العربية غير مطروح للنقاش ولم يناقش هذه على الطريقة المصرية تم الإرسال من جهاز سامسونج وهذه الفضيحة حدثت في الإعلام المصري على عهد الرئيس النبي البلحي عبد الفتاح السيسي خرجت مذيعة في إحدى القنوات المصرية قرأت نشرة الأخبار وقرأت في آخر النشرة على الأوتو كيو جهاز النشرة مكتوب تم الإرسال من جهاز سامسونج من أبينا الذي في المخابرات عند عباس كامل فقرأت المذيعة تم الإرسال من جهاز سامسونج هذا هو الحال الحقيقة في مصر يعني مصر هذه المصريون الحقيقة هم شيوخ الكار عربيا في الإعلام لا نقاش على ذلك وصلنا الآن إلى زمن تم الإرسال من جهاز سامسونج وعلى الله التكلان فالموقف المصري هذا تبع التراجع تم الإرسال من جهاز سامسونج لكن أي سامسونج هذا السامسونج موجود في الرياض أم موجود في واشنطن يجوز الوجه ويجوز وجه من الوجه لكن يجوز الاثنى على الغالب هو وجه واشنطن يعني هذا السامسونج الذي أرسل موجود في واشنطن الذي أرسل لأنه الآن الحلقات بين السعوديين والنصريين الحقيقة متوترة يعني لا شك متوترة كثيرا يعني امتناع السعودي عن دفع الأموال أصلا مثل الجزيرتي تيران وصنافير لم تسلمهما القاهرة بعد إلى الرياض وهذا الأمر يزعج كثيرا الرياض وهذا يسبب توترا شديدا والقاهرة أقرب إلى الرياض لا إلا القاء إلى الإمارات لكن هذا لا يعني أن القاهرة سوف تستغني عن الرياض لا يمكن الناس أتباع من دامت له النعم والويل للمرء إن زلت به قدم هذه النعم نسأل الله أن تدوم على السعودية وعلى نجد والحجاز لذلك الناس أتباع من دامت له النعم هذا هو الحال والآن هذه موجة التطبيع سوف تنتهي يعني بعد الزلزال يعني السيد الرئيس قال لك الكثر يعني لكنك تحب العاجلة تحب العاجلة وتذر وراءك يوما ثقيلة تفضل واجه المصريون أولو المتراجعين تذر وراءك يوما ثقيلة هناك يوم ثقيل سوف يواجهك بعد انتهاء هذه هوجة الزلزال والتطبيع بعد الزلزال قل لي الآن من سوف تقابل؟ من؟ لم يتغير شيء واشنطن قالت للعرب رجاء تراجعوا للخلف قليلا تراجعوا للخلف قليلا الإمارات سوف تتراجع طبعا الإمارات سوف تتراجع وان بنسبة أقل هي واشنطن تعطي المجال الحقيقة تفسح مجال هامش للحركة للحلفاء يعني ليس الأمر أنه افعل ولا تفعل لا ليس بهذه الطريقة خصوصا في هذا الزمان ووصول إدارة جو بايدن وما يقال حقيقة عن يعني أن هذه الامبراطورية الأمريكية على وشك أن تشيخ فعلا الآن هناك دراسات وازمة تقول أن هذه أمريكا على وشك أن تشيخ وهذه صنة الدول تعاملها مع الحلفاء العرب في المنطقة يعني بات مختلفا عن أيام الزمان هناك هامش للحركة والإمارات يعني وسعت حاولت أن توسع هذا الهامش أكثر من مرة السعودية استقبلت الصين في الرياض هذا الأمر لا يعني أن واشنطن لا تريد للصينيين أن لا يتفاوضوا أو أن لا يعقدوا علاقات مع السعوديين علاقات اقتصادية يعني واشنطن لا تريد أن تخنق الصين وهي أصلا لا تستطيع أن تخنق الصين الأمر كله بيد واشنطن هؤلاء الحلفاء العرب الأنظمة العربية لا مصالح لا شك لكن الأمر بالنهاية كله يتبع إلى واشنطن كله غراما لحسنكم تابعوا كله غراما هذا اللي سنحل الأنظمة العربية باتجاه واشنطن كله غراما لحسنكم تابعوا وكله حسن إليكم راجعوا وكله قلب حي بحبكم منعم بالوصال أو طامعوا لا يمكن لا يمكن الانفكاك عن الفلك الأمريكي لا يمكن الآن سيد الرئيس ماذا سوف تفعل واشنطن لا تريد أن تتطور الأمور إلى الأمام لكن واشنطن لا تريد أن تسقطك يعني وأنت تعلم هذا الأمر وأنت سعيد بهذا الأمر أنت تعلم أن واشنطن لا تريد أسقطك تحاول أنت أن توسع الهامش وأن تسترضي واشنطن المشكلة أنك ربطت نفسك بروسيا وواشنطن لديه الآن مشكلة مع روسيا كذلك المشكلة مع إيران يعني التخصيب 84% الآن الموضوع صعب جدا بين الإيرانيين والأمريكان والإسرائيليون داخلون على الخط بقوة أنت لا شك يطمنك موقف الإسرائيليين وموقف الإماراتيين لا شك لا شك في ذلك نحن نعلم هذا الأمر وأنت مطمئن قليلا لكن ليس إلى مدى بعيد أنت يعني ذهبت وربطت مصيرك في الأمم المتحدة بمصير الروس القرار الأممي الأخير في الأمم المتحدة الذي أدان غزو روسيا إلى أوكرانيا من صوت ضده؟ دول عظمى الحقيقة روسيا صوتت بلا روسيا إريتيريا كل الاحترام للإريتيريا يعني إريتيريا هذه وكوريا الشمالية وسوريا فأنت وضع نفسك في خانة الروس تفضل صح لديك استفادة من علاقة واشنطن مع طهران لكن هناك مشكلة في واشنطن وموسكو حتى يتضح الخيط الأبيض من الأسود في هذا الأمر بين واشنطن وموسكو وواشنطن وطهران سوف تبقى الأمور على حالها في سوريا على حالها واشنطن لن تحل الأزمة لن تكبرها ولن تصغيرها فلتبقى الأمور على حالها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وما دون ذلك يعني من حركات سواء تركيا سواء سعودية سواء الإمارات سواء مصر أين يكون يا هذه هذه الحركات كلها وكل غرام لحسنكم تابعوا وأنت تعلم هذا الأمر وجه فريق ومنسقه استجابة سوريا رسالة إلى كل الجهات الساعية إلى التطبيع مع النظام بذريعة تقديم المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الفريق قال أن قوات النظام السوري استهدفت مناطق شمال غربي سوريا منذ تاريخ الزلزال أكثر من 84 مرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النظام قصف هذه المناطق التي تضررت من الزلزال 84 مرة بعد الزلزال يعني الحقيقة غير مسبوك ما يحدث يعني على سطح الأرض على الأقل في هذا الزمان الحديث ما يحدث في الشمال السوري ربما يحدث أول مرة في الحياة لماذا يقصفهم النظام؟ هو يقصف المناطق المأهولة الطرق الحيوية الواصلة بين القرى والبلدات يعرف أين تتحرك الناس ويضربها بالمدفعية لماذا؟ لماذا؟ لؤم 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 ودمامة كذاك اللؤم يتبعه الدمامة هذه الحالة غير المسبوخة إنسانيا البعض يقول هؤلاء البرلمانيين العرب والمسؤولين العرب الذين يأتون الآن إلى دمشق وفي وقت زيارتهم الأسد يضرب الناس التي تضررت من الزلزال ألا يستحون؟ الآن البعض يقول لك الواقعية السياسية ويهي جيد جيد هذه وقوعية سياسية الحقيقة ليست واقعية سياسية لكن قليل من الحياة يعني قليل من الخجل قليل الحد الأدنى من الخجل لكن البعض يقول حسنا أنهم أتوا حسنا فليظهروا على حقيقتهم يعني ومن هؤلاء الذين أتوا إلى دمشق من أتى يا جماعة؟ أتى في الوفد ممثل حفتر عقل صالح لكن الذي لفت نظري أكثر هو عطوفة رئيس مجلس النواب الأردني الصفدي أحمد الصفدي هذا أحمد الصفدي في اجتماع البرلمانيين في العراق قبل أيام يعني اللغة العربية الفصحة كانت تبكي في الزاوية هو الحقيقة معظم المسؤولين العرب عندما يتحدثون اللغة الفصحة تبكي في الزاوية وهذا الزمن يعني تراجع هناك تراجع قل لي حاكم القوم أقول لك من هم مسؤوله هناك تراجع في كل شيء وهذا يفتح الباب عريض واسعا على قصة أو على الفكرة القائلة أن هذه الأنظمة العربية أنظمة ساكسبيكو بعد الحرب العالمية الثانية الحقيقة وصلت إلى نهاياتها إلى نهاياتها تماما وهي تشتري الزمان بالأيام ربما أو بالسنين ما عدى الأمر كالقرن الفائت يعني الأمر مفتوح حتى يموت الحاكم لا الآن الزمان تغير وواضح مستوى الهزالة على هذه الأنظمة العربية ومن يمثل هذه الأنظمة العربية إذا خرج هذا أحمد الصفدي قال لك هذا رئيس مجلس النواب الأردني لم يعد طيب أنت لديك كلمة ويفترض أنك يعني تحضرت لهذه الكلمة هو لديه كلمة وحضر لهذه الكلمة ولم يحسن نطق أو قراءة تلاوة آية قرآنية وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا هو ماذا قال وإذ قال إبراهيم ربا 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 الفصيح اللغة الفصيحة الحقيقة تضرب نفسها بسكاكين من المسؤولين العرب لا يحقل رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هو قال ماذا هو عدا أنه لم يفهم أو لم يصفع قراءة الآية هو لم يفهم الآية قال لك هذه الآية هي للعراق سيدنا إبراهيم عليه السلام قالت لها ودعا ربه للعراق يعني أنت رئيس مجلس نواب أردن رئيس مجلس نواب أردن يا رجل ولديك كلمة ومحضر لهذه الكلمة يعني هل يعقل يعني لا تحسن نطق الآية ولم تفهم معناها هذا رئيس مجلس نواب يقول لي رئيس مجلس النواب للقوم أقول لك منهم هذا النظام للعراق طبعا صلح له رئيس رئيس مجلس الشورى السعودي على الهواء وقال له لا هذه مكة عطوفتك يعني وأي إحراج وأي قلة قيمة وأي يعني هل بقي ما في وجوه القوم تريدون أن تطبعوا مع بشار جيد يعني لكن هذه الأشياء تعبر الحقيقة عن أن هذا النظام العربي الرسمي الحقيقة وصل إلى نهاياته لا أقول أنه سوف يسقطون اليوم أو غدا الله أعلم لكن البعض يقول أن هذه العشر سنوات من عشرين عشرين إلى عشرين ثلاثين هي سنوات حبالة بالأحداث قال ربا ربا كيف هذا يعني هذا هل يعقل أنه قرأ نصا بالعربية اللغة موسيقى يا رجل سياق طبعا ولا حاجة الحديث عن اللغة العربية عند المسؤولين المصريين هناك اللغة العربية قتلت نفسها وانتحرت مسؤولون مصريون هناك يعني إذا الرئيس المصري نفسه يعني عندما يخرج ويقول ويقول خطاباته أشهر من حول الصاد إلى السين قال لك مصر صحيح بدال صحيح رئيس مصر العربية لا يحسن نطق العربية هذا هو الزمان الذي وصلت إليه مصر لكن الحقيقة هذه يعني رئيس مجلس النواب الأردني لا يعرف القراءة طيب جيد يا أخي لا تحسن الفهم أيضا طيب اسأل طيب أنت رئيس مجلس النواب والناس تصورك اسأل قال عن العراق فما باله إذا أتت آية الجودي وقضي الأمر واستود على الجودي أنا كان بودي الحقيقة عندي فضول هائل والله العظيم أن أسمع رئيس مجلس النواب الأردني يتلو هذه الآية وقيل يا أرض وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستود على الجودي كيف سوف يقرأ هذه كيف رئيس مجلس النواب الأردني سوف يقرأ هذه الآية والجودي هذه هل يعلم ما هو الجودي قال لك جود الهاشميين ربما يفسرها الجودي يعني جود الهاشميين ومكارمهم ربما فالبعض يقول يعني حسنا أنهم أتوا هؤلاء طبعا لا حاجة الحديث عن نواب مجلس الشعب التابع للنظام والوصلات الحقيقة غير المسبوقة خرج أحدهم ليقول لك سوريا ليست قلب العربة قلب العالم قلب العالم قال لك سوريا ليست قلب العربة قلب العالم يعني علع على هذا الذي قال أنت قليل عليك سوريا أنت لازم تحكم العالم وسوريا ليست قلب العربة سوريا قلب العالم والسيد الرئيس لازم يحكم العالم يعني هؤلاء هؤلاء نواب والأردن ليس أحسن حالا يعني ومصر ليست أحسن حالا هذا حنف القبالي الذي أتى يعني ليس أحسن حالا في مصر أنا كان بيودي أن يأتي الذي قبله الذي قبله يعني كارث أكثر حقيقة نسيت اسمه فالبعض يقول يعني الأمور هذا هو الحال الأمور مربوطة بواشنطن انتهى الوقت وعمر تباب يعني يضربه في أذنه كي ينهي تهى ما أتبقى غدا بإذن الله تسعى مسام توقيت دمشق ما أتبقى جديد شامع الله اشتركوا في القناة